على صاروخ بينطلق فيها وفق الكاميرا اللي راح تصور الهدف هو بصحح حاله بضروف لفتني انه وقت سألتك عن المطار ما قلت انه معقول تكون اسرائيل بينما بحلقة وقت حكيت عن مرفق بيروت قلت انه اسرائيل وما زلت عند رأيه رغم الدعوة دعوة على مين انه انت بركي عندك معلومات لا لا هنا من اهل الدحايا واليمنون نفسه اول تصريح انه اسرائيل هي لدربة المرفق اذا ما عنده اياه انا عندي اياه بعطية انا وقت قلت وانا زلين يمغطي حروب واختصاصي قلت لك بالقصة يعني لما بدك قلت حروب بدك قلت عندك ساقة في عسكرية هاي الحلقة البيضة ما ممكن تطلع الا من سلاح غير عادي انا هي قلته قلت ان احتمالكم اثنين بير عمالي قولها شغلي انه قبل ثلاثة اسابيع فقط تمت الموافقة على بدون كانوا يلزموا انشاء النفق اللي بد يجتاز السلسلة الغربية ويوصل الى سهل بقعوة من ثم الشامع ولا الى حتى خط الحرير من شان خدمتان ومربوط مباشرة بمرفق بيروت بعد ثلاثة اسابيع ضرب المرفق شوي فق مرفق حيفا شوي شفنا هلأ الخط اللي بد يوصل لحيفا حبيبي لازم انت بس بدك تقيم اي حدث تربته بالمعطيات مثل الجريمة العادية اللي بتكون المحقق لما بيجي على جريمة عادية اول ما بيسأل من المستفيد من هذه الجريمة بيبلش يحطه المستفيدين وبتبلش تحقيقات والتحريات وغيره هاي لما منحنا بنعرف انه يعني اليوم بعدك على رأيك مرفق بيروت ضربته اسرائيل هلأ بتقل لي فيه اهمال بتقل لي يمكن يكون فيه حدا هو مبلغ اسرائيل لقوله فيها المادة يعني معقول اليوم انت قادر تطلع تقول مرفق بيروت ضربته اسرائيل السيد حسن منه قادر يطلع يقول هيدا الشيء انا هيدا تحليلي هو بصير ملزم بهذا الامر يعني انا هيدا تحليلي بربته بكل المعطيات قصدك انه انت على تحليل بيني بينما هو ما عنده وقائع انا عمالي اقرأ حتى بكتير تقارير دولية انه اسرائيل دربت مرفق بيروت وكتير من الشخصيات الامنية وغير الامنية قال هذا الامر بده الواحد يكون دقيق بده يكون دقيق ضرب هذا المرفق خدمة للي عم يحصل هلا لحيفا لخط الهند جزيرة العربية وانه ينتهي دور هذا المرفق اللي كان اهم مرفق في شرق البحر الابيض المتوسط يا عمي لازم نربط الاشياء بعضا نحنا معرضين لحصار والدمار والضرب نحنا شو هالأزمة بس هي أزمة المصاري والله أزمة فساد طول عمر الفساد عندنا من أيام الفنيقيين والأمر لا وقف الفساد بيكون أعلى شوي أوطى شوي ولكن نحنا كاللبنانيين عندنا سقافة فساد بتقول بحديث كمان لألك انه انتوا اللي جبتوا المارنز بـ 52 انتوا اللي رحتوا لعند حافظ الأسد جبتوا سوريا وإلى ما هنالك لمن كنت عم توجه لهي القوى اللي هلأ عم توجه اتهام حتى بتقول جبتوا الاسرائيل ايه ايه مظبوط هي هي القوى هي اللي هلأ عم تقول انه انتوا ما بناش نفوت بالحرب فقلت أنا نحنا كمان من تبهن لكم ايه بـ 58 مين جاب المارنز على البلد وبين مين راح مين راح تحافظ الأسد وجاب الجيش السوري ثم انقلب عليه ومين كان مع اتفاقية 69 ثم انقلب عليه ومين جاب 82 وجاب علما اني أنا يعني عمالي قول نحن قدمنا فرصة تاريخية بعد شوي اذا زبطت الامور واخدنا بالـ 1700 لبدنا اياه وصار في نوع من العقلانية بهذا البلد انا برأيي كل القوى السياسية عم بيحكي يمين وشمال صار لازم يتسموا بشيء من العقلانية والنزول عن الشجرة والخروج من لعبة الطواقف والمصالح الزغيرة الضيئة ونروح على يا طاولة حوار يا اما ما يخافوا منها كلمة مؤتمر تأسيسي نستطيع من خلاله وضع أسس لبناء لبنان الجديد مثل الطاقف احسن من الطاقف يعني اصدق مؤتمر تأسيسي مؤتمر تأسيسي نجي نحن نحط كل مشاكلنا على الطاولة ونجي مثل ما عملوا اليونان مثل ما عملوا كتير من البلدان لحتى نريح هذا الناس ونريح هذا البلد ونبني بلد مثل العالم ليش خافانين من المؤتمر التأسيسي كمان انا من النوع اللي عم بدعي انه ما في حل باللبنان بيكون حقيقي ومظبوط الا اذا تفقنا على المداورة بالرئاسات ومن ثم بتنزل للوظائف الكبرى ومن ثم بتنزل لتحد تلغي الطائفين طالما انت عندك هاجس رئاسة الجمهورية بيتقاتلوا المسيحيين بين بعضهم مش ينهي الرئاسة وبينطق قائد الجيش يعني مش عم بيحكي عن هلأ دايما في تاريخ لبنان مش ينهي الرئاسة وبيضال وتصول بيت قصة وكذلك الامر عنده سنع طيب شو بيمنع اول شي يكون الرئيس اربع سنين فقط مثل الولايات المتحدة الامريكية قابل للتجديد او لا ومن ثم يكون سنة مثلا رئيس جمهورية او درزي طب الرئيس بره الرئيس بره والخميسية اللي عملها برأيك هلأده هو منفتح فعليا وبطل متمسك بالسلمين لك اول شي ما حدا عنده شي مش رئيس جمهورية حتى الخميسية اكتر اكبر انجاز عملته انه اخدوا الصورة التسكارية ما صار في حكي وما حكوا عن شين اللي عم يصير فقط هوه هوه انه هني مكلفين هلأ عم يقولوا شهر جاي مش هم موضوع رئاسة جمهورية مش هم موضوع رئاسة جمهورية حتى الان ما في شي بدك تنتظر غبار غزة وكيف المنطقة لوين رايحة وكيف حتنرسم المنطقة بالاقليم ومن ثم بيجي وبينتبهولنا نحنا ومنروح بعد شوي انا برأيه هلأ هدنة هلأ جاي من جمعة بالطالع هني بيحكوا ليكي بالاسباب الانسانية والتبادل بس ما وقف جمبلات من انه رجع ايد انه لا مشكلة بوصول فرنجية كلها ضمن المناورات الصغيرة هلأ كلها ضمن المناورات بس هدا بيفتح افق جديد ما يمكن يكون فيه شيء ما تحت الطاولة انه من جملك الاسلامية فرنجية هل الف وسبعمائة واحد احنا نفزناه واخدته النقاطيبات كنية بتاعوا له حتى نعمل تركيبه ترد الجميع هل برأيك نجاح بدم رأي جمبلات لالو طبعا هو لو صارت حرب عالمية رابعة جمبلات وبري لا ينفصلان لانه افتغله لذلك انا برأيه هلأ بعد بكير ويمكن نروح لأيار حزيران لحتى تنكشف الامور وانا اكتر شيء خوفي منه كمان انه نربط انتخاب الرئيس ما بعد انتخابات الامريكية بس مين رح ينجح برأيك اكتر الحزب وبري وجمبلات وكل من يؤيد السلمان فرنجية او مجتمع الدولي اللي داعم وصول قائد الجيش ايه المجتمع الدولي حبيبي هيدا المجتمع الدولي كذاب وبرقماتي اذا لقى له مصلحة انه حتى جيب سلمان فرنجية في سبيل قضايا تانية بتتعلق على بيكون الوضع مخترط وبيصيروا برأيك ماتيين وقلنا تجارب مع هذا الامر كنا ننام عشيه عشيه والصبح وبعدين كل القوى اللي شايفها عاملي عناتر هلا واقف كل واحد عامل عنتر عم بس تجي كلمة السر بيعطوهم فرصة اربع خمسة يام ليبلسوا غيروا بالمصطلحات وبيروحوا على الصف مثل ما صار بالتمديد لاخذ الجيش كلهم كان يروحوا على الصف بكل الانتخابات الرئاسية ما حدا قل لي انه شي مرة عملنا انتخابات صنعة في لبنان بس مش هالعون كان انتخابات صنعة في لبنان ولا كمان اش تكن متسر لا كان فيه تفاهم مع الاخليم كله تفاهم مع الاخليم بس هالتفاهم شو انت اتفاهم شو انت اتفاهم اتفاهم لا سيدي هون شي تاني كل العهد كان له مشاكله دكا ولكن هذا العهد بمكان المهلا اوكي ممكن ما كان ناجح ولكن كمان له بعض الايجابيات بس ما دكش تنسى هيدا العهد بزمنه اشتركوليرا كورونا كورونا اصدقول وبزمنه صارت السراعات بالمنطقة لعمالة تصير وتركت هان وبزمنه اجه الحصار على لبنان وما سميها بالثورة اللي حتى روحوا لنا مصرياتنا وروحوا لنا المؤسسات وروحوا الدولة وغيره وكل شي كان كله مدروس لكما دكت انعني مشان ستة سانت بنعمل ثورة ما ممكن بيجري واحد ما معوش هيكل وشرة ستة دولار يعني ستة سانت على أساس رئاسي دي لذلك ما في شي هلا بيتعلق برئاسي ولا حدا بيقدر ادعي انه انت مع وصول فرنجية اذا كان ضمن مشروع علما اني انا رفين السلة كل الناس بتعرف كتب مشاريع انا عم بيحكي هلأ سياسي بالتحليل بس انا كان رفين السلة انا مع اقتلاع النظام الطائفي كله يعني انت مع وصول اصدق رئيس غير ماروني ما بس بغي ما مسألت ماروني مسيحي اقتلاع النظام الطائفي من جزوره مع انتخابات رئاسية من الشعب طبعا اول شي بدك انت اذا ما رحنا على قانون انتخاب عصري يقوم على النسبية الكاملة اول فترة على اساس الطائفة بالمناطق يعني محافظات كبرى تاني اربع سنين بد يكون لبنان دائرة واحدة بساعتها فليأتي من يكان بس عدد سكان كل طائفة بتسمح بهذا الشي حبيبي ما حدا بيقدر يأكل تاني بلبنان هيدا حزب الله اللي انت بتقول لي اوي وعامل وطالع مسأل عم بحكي اي حدا يعني اللي انه هو عامل لما بيجي على الانتخابات النية بي شو قلو بالمجلس النية بي لما بيجي يتشكل حكومة مش قلو وزير زراعة احيانا او وزير مش عارشو هو بيقدر ياخد وزارة الدفاع بتقول لي انه حكم البلد بيقدر ياخده مسأل وهو منتصر بالاقريم وهو يعني تحرير الارض بسنة الالفين هيدا البلد بتقيس فيه سياسة مثل ميزان الدهب بالجرام يعني حتى لو فيه اقلية معينة اقلية معينة بهيدا البلد عم تاخد حقه الطائفة هلأ هيدا بتاخدنا على مشاكل بس مشاكل مين لانه على رأس كل طائفي هناك من يمسك برأبته وعم بتعطى ضمن المصالح وهني بتبادل المصالح مع بعضهم ولو كانوا بتقاتل مع بعضهم اذا بدك بعطيك امسي الكتيري حتى بعزدين الاشتياح وبيروت محاصرة وين الممر السري اللي كان مين يفوت منه على الغربية ومين يجي من الغربية على الشرقية وحتى بيكتير من الامور في البزنس الكبير اللي بيربط بين كل قوة سياسية وهي متناقضة والناس لم عطرها تحت بتقتل حالة وتقتلوا وتقتلوا اليوم بعد عشرة ايام في ذكرى استجهاد رئيس رفيق الحريرة وفي عودة كمان لسعد الحريرة بمناسبة هذه الذكرى برأيك العودة فقط لهذه الذكرى فقط ما رح يرجع حبيبي في قرار كبير من محمد بن سلمان اللي ما بيعرف شو خلفية القرار شو اللي ما أقولك هير هذا القرار ولا شي شو بديقلك خلاص انت بتعتبر انه سعد الحريرة بيأخذ القرار بإفال بيتهم السياسي منع بهية الحريرة من انه تنزل الانتخابات والباقيين ما عاد بيّنوا فيه قرار لانه فيه أمور تاني اللي ما بيعرفوها تتعلق ما بين سعد وما بين شي بيتعلق بدفاثر التواجري وفيه أربع مليار مش عارشو فيه مواقف معينة أخذ القرار السعودي بهذا الأمر بديفهموه لبعض علما أني أنا من الناس أنا زال ببريده يعني ما مش من الناع بتريد عودة سعد الحريرة يعني هو سعد مشكلته ما كان في حوالي مستشاري مثل العالم وأحيانا طيبته كانت تاخده على محلات كتيرة لاحيانا يدروا يصنعوا زعيم سنة جديد مثل الحريرة التاريخ بدل ينتج بس هلأ ما شايف أكبر دليل هادي المهزن اللي صارت بالانتخابات مين أفرزت سنة لا يكونوا يحكوا بسن بيروت مع احترامي لجزء قليل منه يعني بتضحك أنا فيه ما عرفه أنه كان يوقف مش سعد كان عند البقواب بره يوم الجريح بثلتعش اتنين رح يطل السيد حسن طيقور كلمة في ناس اعتبروه أنه موعد مستفز كونه أنه بأربع تعش هو ذكرى استشهد رفير الحليل وصار في كتير تعليقات على مواقع التوقع هلأ هيدا هيدا الميديا ليش اختار هيدا توقيت هو بأربع تعش أبل ما يستشهد بأربع تعش شار هو يوم الجريح تلتعش تلتعش هو يوم الجريح يعني أبل من الوقت اللي كانت المقامة بعد وقبل التحرير كان فيه ذكرى يحتفل فيها أنه تحيي للجرحة ويطلع يخطب شو له على قبل الموضوع شو له على مستفز بعدين العلاقة بين حزب الله وطيار المستقبل كتير ممتازة اليوم كتير ممتازة معرفة أنا في عداية وفي غزة وما ما في شيء أبدا لماذا؟ معاش في هذه السراعة بعد إلو مصلحة حزب الله بعلاقة ممتازة مع طيار المستقبل إلو مصلحة مع كل العالم إلو مصلحة مع كل العالم وأنا كنت أدعي إلى بداية حوار حتى مع كل القوى المساحية وأنا أدعو كل القوى المساحية لها تعرف شغلي ما أحد يراهن على الإسرائيلي ولا أحد يراهن على الأمريكاني قدرنا أنه نعمل حوارات منفتحة على وجعة رغم وجعة حتى نستطيع أن نوصل إلى قوات المشتركة لا الإسرائيلي حيفيد حدا؟ إذا حدا عم بيعتقد أنه إذا ما حدا وإذا بدها تصير في ضربة كبيرة كانت على لبنان يا خي ما المقاومة كيف يعني كيف يقروا سياسة طيب إجا الإشتياع الإسرائيلي ووصل لبيروت بعد ثلاثة شهر إسرائيل موجودة بيطلع شاب صغير اسمه أحمد أصير بيأخذ سيارة فيها 500 كيلو تي أنتا وبينزل مقر الحاكم العسكري وبيقتل 230 وبيجي واحد تاني بينزل على المارينز حد مطار بيروت وبيقتل 260 هؤل عقائدين ما حدا بيقضل لهم يعني عشانك أنا أقول قدرنا تعوى على الانفتاح تعوى على الحوار أنت شو ملاحظاتها كده شو ملاحظاته إلا ما نلاقي محلات يعني مثلا شو بيمنع أنه يكون في حوار بين الكتائب وحزب الله وحركة أمل وغيره للسلحة الغير شرع مين قال غير شرع؟ هذا السلحة للمقاومة هو يعتبر عطيني لحظة أقدر أضمن فيها أنه أنا ما بتنقض علي قسائية تقتلني بجنوب ما حكينا حكينا عم عطيني بس تعطيني حكينا عنه بالأسف الأول هلأ هايدي وجه التنظر ما هو أنا عم جايوبا أنت عم تقولي شو اللي بيمنع عم قللك شو اللي بيمنع خد مني وأنا بعرف تفاصيل يعني حتى شو اللي بيمنع بين القوات وحزب الله خد مني وطلق بعرف تفاصيل منه مش سلاح غير الشرع شو لك؟ لعبة المصالح والريهانات الخاطئة وأنه هلأ إذا نضرب حزب الله نحن بنرجع بنمسك البلد يا خي كم تشرو بأنت